تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الأول بعد المائتين تواليا وذلك تزامنا مع استمرار قوات الاحتلال ارتكاب العديد من المجازر حيث شنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في مدينة وأحياء رفح جنوبي القطاع ومدينة غزة وبلدة بيت لاهية شمالي ومخيمين نصيرات والبريج ومدينة دير البلح بوسط القطاع كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف محيطة مستشفى كما العضوان شمال قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في هذه الأثناء استهدفت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات في منطقة الواحة غربي بيت لاهية ترجمة نانسي قنقر